بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أحد الأخوات هذه المرة من محافظة أربيل تحدثنا عن كرامة مهدوية حدثت معها ومع زوجها في قصة طويلة جدا ورائعة جدا ولكن نحن إن شاء الله قدر الإمكان نختصر هذه القصة المهدوية والكرامة المهدوية الرائعة تقول نحن تزوجنا قبل سبع سنوات أنا وزوجي موظفين في إحدى الشركات الأهلية في أربيل وبحمد الله عز وجل حياتنا سعيدة أنجبت طفلي الأول وليس فيه أي شيء كان سليما صحيحا أما الطفل الآخر فكان يعاني من أزمة في القلب كان يعاني من أكثر من فتحة في القلب تقول سافرنا يمينا وشمالا بالإضافة إلى المستشفيات في أربيل إلى غير ذلك للعلاج ولكن كانت الفتحات كبيرة جدا وبالإضافة بأن هناك بعض التشوخ في المعدة إلى غير ذلك فكان يعاني من عدة أمراض عادة لا يمكن علاجها إلا برحمة الله عز وجل عرضوا علينا أكثر من مرة أن نعمل له عملية ولكن دائما كان الأطباء يقولون نحن قد قررنا بأن نجاح العملية يصل مثلا إلى ستين بالمية أو أقل من ذلك بقليل ولكن القرار الأخير هو لله عز وجل إما أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره أو أنه لا يذهب إلى رحمة الله عز وجل طيرا في الجنة يذهب طير في الجنة فتقول أستاذ أمين تعلم جيدا يعني الوالدة وقلب الوالدة كيف يتقطع في كل لحظة عندما ترى ولدها الصغير كيف يتنفس بصعوبة أي مرض بسيط يجعله يقترب من حافة الموت تقول أنا كنت أموت في كل لحظة وأبوه كذلك الذي مات مرات ومرات ومرات كلما يدخل مستشفى ويسمع الأخبار الغير جيدة في أن علاجه يكون صعبا إلى غير ذلك والفتحات هي فتحات كبيرة جدا وهناك تشوه ولادي وهو ما زال طفلا صغيرا فكيف نجري هذه العمليات على كل حال قررنا أنا وزوجي أخيرا أن نذهب إلى إحدى الدول المجاورة ونقيم هذه العملية هناك ذهبنا إلى تلك الدولة وصراحة قمنا ببعض أخذ المال على سبيل الدين من بعض الأهل والأقارب وسافرنا هناك تقول ماذا أفعل هناك الكثير من المستشفيات هناك الكثير من الأطباء ولا أعلم على يد من الله سبحانه وتعالى يجعل الشفاء لولدي الصغير لا أعلم على يد من لذلك بدأت وأتصل ببعض العلويات الطيبات اللواتي أعرفهن في كربلاء المقدسة نتيجة أنا وزوجي نذهب إلى الزيارة إلى غير ذلك وتعرفت عليهن في أثناء الزيارة وإحداهن كانت تستخير الله عز وجل بخيرة ما شاء الله تأتي دائما جيدة فكنت أقول لها هل أذهب إلى هذه المستشفى فيها كذا مواصفات فيها الأطباء يعملون كذا أم أذهب إلى تلك المستشفى الأخرى وكل المستشفى يعني المستشفى فيها نفس المواصفات ولكن أذهب إلى إحداها والخيرة عند الحيرة وما خاب من استشار إلى غير ذلك ومن استخار الله سبحانه وتعالى وطلب نصيحة الله الله أنصحه عز وجل فكانت تلك العلويات تخبرني بأني أذهب إلى تلك المستشفى وأحاول قدر الإمكان أن أتواصل مع أطبائها أنا وزوجي كي نصل إلى العلاج المشكلة أين وقعت؟ عندما أخذت هذه العلوية الكربلائية الاستخارة وقالت اذهبوا إلى تلك المستشفى وهناك بعض الأطباء إن شاء الله سوف تجدونهم طيبين وماهرين وحرفيين يعني لديهم براعة ومهارة في عملهم ذهبنا هناك ولكن وجدنا بأن الطبيب الذي هو مختص في هذه القضية قد سافر لمدة إسبوعين ليرى والديه ليرى والديه في دولة أخرى ولن يأتي قبل الأسبوعين الطفل حالته متأزمة جداً علينا أن لا نؤخرها العملية ربما يصل إلى مضاعفات لا يحمد عقباها إلى غير ذلك المستشفى قررت بأنه لا بأس بأن فلان هو الذي يقوم بالعملية فنحن ماذا؟ قلنا لا إلا فلان يأتي وإلا لا لن نعمل هذه العملية لا نجري هذه العملية فقالوا هناك خطر كبير على الطفل ربما يؤدى بحياته ربما يتوفى ولكن الأب يعني زوجي أصر على أن فلان هو الذي يأتي فقالوا له بصريح العبارة لن يأتي أبداً لن يأتي أبداً قبل الأسبوعين لن يأتي أبداً على كل حال ماذا أفعل؟ هنا اتصلت بهذه العلوية التربلائية وأخبرتها بالأمر وأنا أبكي مرة أسكت لكثرة البكاء ومرة أتكلم معها فقالت لي تلك العلوية الكربلائية لماذا لا تصلينا صلاة الاستغاثة بالإمام الحج المهدي المنتظر عليه السلام وهذه الصلاة أصلاً موجودة أين؟ موجودة في المفاتيح الجنان موجودة في مفاتيح الجنان فتقول أنا في وقتها لدي أنترنت وأخرجت صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام وبدأت أصليها أنا وزوجي في تلك الليلة ولكن كانت ليلة يعني عجيبة غريبة يلفها الأمل ويلفها الخوف يلفها الأمان بصاحب الزمان ويلفها الرعب من أن الطفل بدأ يتعب كثيراً ربما هذا الطبيب لن يأتي كانت مشاعرنا تتغير في كل لحظة تتغير من حال إلى حال مشاعرنا تتغير في كل لحظة من حال إلى حال على كل حال وعندما انتهيت أنا وزوجي من الصلاة وتعبنا كثيراً وكان الطفل في عناية خاصة نمت قليلاً غفوت من شدة التعب من شدة السفار وهم السفار وهم الطفل إلى غير ذلك وكذلك غفى يعني زوجي قليلاً يعني استغربت ما هي إلا دقائق معدودات وإذا بزوجي يوقظني ويقول بحمد الله عز وجل إن شاء الله صاحب الزمان عليه السلام سوف يأتي ويعني أتى إلي في المنام وهذا الطبيب سوف يأتي مبكراً قبل الإسبوعين فقلت لزوجي ماذا رأيت فقال لي زوجي رأيت في عالم الرؤية بأني في النجف الأشرف وبأني في مرقد الإمام عليه عليه السلام وأنا أمسك بشباك الإمام عليه عليه السلام وأتوسل به لشفاء ولدي طفلي الصغير وفجأة جاء شاب بقربي وكانت رائحته المسك بل إن رائحته رائحة طيبة لم أشمها من قبل وكانها ليست من روائح هذه الدنيا العطرة بل كأنها من عالم آخر وعندما قلت يا رب كأني في عالم الرؤية أقول يا رب هل لا جعلت هذا الطبيب يأتي مبكراً قبل أن ينتهي الإسبوعين قبل أن يتعب ولدي إلى غير ذلك وإذا بهذا الشاب النوراني الذي كان يقف معي تحت قبة مولانا الأمير علي عليه السلام عند شباكه شريف يرفع يديه ويقول إن شاء الله إن شاء الله على كل حال فرحنا كثيراً بحمد الله عز وجل وفي اليوم التالي انتظرنا إن شاء الله نقول خبراً سعيداً انتهى اليوم لا يوجد هناك خبر كلما سأنقل من المستحقال الأطباء من المستحيل أن يأتي قبل الأسبوعين في اليوم الثاني في اليوم الثاني يعني من الرؤية تفاجأنا بأن الأطباء كانوا مذهولين واتصلوا بنا وقالوا بأن الطبيب الفلاني الماهر في هذه القضية قد جاء وعندما سألنا كيف جئت وكانت لديك إجازة لترى والديك قال أنا بمجرد أن وصلت هناك إلى تلك المدينة التي يسكنها والدي كان والدي مستعدان للسفر إلى مدينة أخرى نتيجة مجلس فاتحة لأحد من أقاربنا يسكن هناك وأنا لم أستطع البقاء لأنهم يريدون أن يسافروا إلى تلك المدينة ويبقون هناك لمدة طويلة فبقيت عندهم يوم وليلة واعتذرت منهم لأن هناك سوف تجتمع الأقارب والأهل وإلى غير ذلك فقلت لهم أنا أريد أن أبقى معكم لوحدكم لا أريد أن أبقى مع الأقارب والأهل هذه الإجازة كانت خاصة لكم فاعتذرت منهم وقلت لهم إن شاء الله سوف أرجع إلى المستشفى وشهر أو شهرين أو ثلاث وأعود لكم بإجازة أخرى هكذا هو تدبير صاحب الزمان سلام الله عليه أجريت العملية لطفلية الصغيرة ونجحت العملية وعولج هذا التشوه كذلك وبقينا مستمرين مع هذا الطبيب بين فترة وأخرى نذهب إليه ونسافر حتى شفي ولدنا بحمد الله عز وجل وأصبحت يعني حالته جيدة وحاله حال بقية الأطفال هكذا هم أهل البيت هكذا هو صاحب الزمان سلام الله عليه يدبر الأمر بإذن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون يستطيع أن يسبب الأسباب بما وهبه الله سبحانه وتعالى من سياسة العباد والبلاد لذلك ما خأب من تمسك به وأمنا من لجأ إليه طبعا أنا أشكر تلك الفتاة الزوجة الأربيلية هذا صح التعبير على هذه الرسالة الرائعة هذه الكرامة الرائعة المهدوية ونشكر كل من يبعث إلينا برسالة لشد العلاقة مع صاحب الزمان سلام الله عليه فهو ولي هذا العالم بأكمله وأين باب الله الذي منه يؤتى في زماننا صاحب الزمان إذا أردت أن تقف عند باب الله لقضاء حاجتك وتطرق باب الله فعليك أن تطرقه بالتوسل بصاحب الزمان سلام الله عليه هو هو الحبل الممتد بين السماء والأرض هو النافذة هو النافذة التي تطل على السماء نافذة الأرض التي تطل على السماء برنامج صباحات ولا أيام محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام